طيب تعلم أكيد وكله جاي مننا إحنا اللي عاديين بنشوف في السوشيال ميديا فكله جاي من هنا أنا جايبة من أرض الواقع مش جايبة من بلد تانية أحمد حلمي فناننا الجميل ومونة زكي فنانتنا الجميلة والإحنا بنحبها بنوجه لها كل تحية واحترام الناس هجمت أحمد حلمي بسبب مشكلة مونة زكي إذا جاي لك رسالة من أحمد حلمي وقال لك الناس هجمتني بسبب شيء أنا ما عملتهوش ترد عليه تقوله إيه؟ لا مش شيء ما عملتهوش إنت مراتك دي إنت مقتنع باللي هي عملته ولا لا إنت شايف اللي عملته ده صح ولا غلط وعلى هذا الأساس إنت تقف في وش الدنيا كلها لمراتك يعني النهاردة أنا شفت المشهد اللي كانوا بيتكلموا عليه من الفيلم اللي مونة زكي مشهد ما بنش فيه أي شيء هو بس بيعبر مشهد إيه هائي؟ بيعبر عن شيء معين النهاردة الناس اللي بتنتقد مونة زكي النهاردة دي ممثلة ممكن تطلع تلعب دور بنت بلد ممكن تطلع تلعب دور التالت قتلة ممكن تطلع تلعب دور فتاة ليل لأنها بتمثل الشخصية الشخصية مش هي أوكي بالضبط فهي نجحت في أداء الشخصية وها كانت عاملة مسلسل في رمضان الفات كانت عاملة فيه طبع برجلة كل بيوت مصر طبع يعني كرهتنا فيها وحبناها وكرهناها من شطرتها مبدعة يعني فهي دي شخصيتها انت حلمي فنان وعارف يعني ايه فنان وعارف زوجتك ما فيش حاجة اسمها ده انت تقف وش الدنيا كلها يعني انا لو مطرح حلمي هقف وش الدنيا كلها انه محدش يفتح بق صح ده المطلوب من الزوج يقف مع مراته ضد كل الدنيا وعتقد حلمي عمل كده طبعا طبعا احنا بنكال فنانين وفن ودور مش شخصيات في الحقيقة